احصاء اممي جديد يظهر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين فالمفوضية السامية لحقوق الانسان قالت ان الشرطة الاسرائيلية قتلت 118 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي المتحدثة باسم المفوضية اشارت الى ان الاسابيع الاخيرة شهدت زيادة مقلقة في العنف الموجه ضد المدنيين فلم تسلم النساء والاطفال من عن جهية الاحتلال حيث استشهد 26 طفلا وخمس نساء في الضفة والقدس التقرير الاممي جاء على واقع مناقشة مجلس الامن الدولي اخر التطورات في الشرق الاوسط فقد حدر مبعوث الامم المتحدة لعملية السلام من تصاعد التوتر واصفا الوضع في الاراضي المحتلة بالمتدهور الوضع في فلسطين متدهور ومزري مع تصاعد حالة اليأس والغضب والتوتر في ظل دائرة العنف التي يصعب احتواؤها المندوب الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور بدوره طالب مجلس الامن بحماية الشعب الفلسطيني الاعتراف بفلسطين هو الخطوة السياسية والقانونية والاخلاقية الصحيحة التي يجب اتخاذها دور مجلس الامن ليس اتخاذ قرارات والسماح بانتهاكها على مدى عقود وخلال كلمتها حذرت مندوبة دولة قطر الشيخة علياء احمد التاني من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة في المدينة ان مسألة القدس هي من اهم مساء الحل النهائي ونؤكد ان اي مساس بالوابع التاريخي والقانوني القائم للاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة ومحاولات تهويدها وتقسيم المسجد الاقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقويض حرية صلاة المسلمين فيها هي محاولات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلاة سخونة الاحداث في الاراضي الفلسطينية دعت الجهات الاممية للتحذير من مغبة ما ستقول اليه الاوضاع لاحقا لان ذلك لم يمنع اسرائيل من استمرار ممارساتها تجاه الفلسطينيين بتصعيد المواجهات ومحاصرة المدن ترجمة نانسي قنقر